طفولة محرومة وأحلام مسلوبة الأطفال في لبنان فقدوا حتى الثقة في الواردين هي خلاصة تقرير اليونسيف والذي أظهر أن أطفال لبنان يعيشون في دوامة من الفقر تقرير استند إلى دراسة أجرتها المنظمة الدولية حول فقر الأطفال معتمداً تقييماً سريعاً يركز على الطفل في ظل مرور ثلاثة أعوام من الأزمات المدمر المتتالية في لبنان ممثل اليونسيف في لبنان إدوارد بيتشبدر أشار إلى أن الطفل اللبناني يكبر اليوم من دون طعام كاف ولا رعاية صحية مناسبة تؤثر الأزمة المتعددة الأبعاد على حياة الأطفال من مختلف جوانبها فيكبر هؤلاء من دون طعام كاف ولا رعاية صحية مناسبة كاميرا الأنبيئن استعرضت بعضاً من أحلام الأطفال التي لم تعد بريئة شو بتحب تعمل بس تكبر؟ ما بعرف ما في أولاين أولا وما بروح المدرسة شو بتحب تعمل بس تكبر؟ تعريف؟ سر دكتورة بحب سر دكتورة طبقى غصة هذه الفتاة برسم المعنيين ليش تركت المدرسة؟ بتعرفها؟ لا كنا من ظروف نوعي يعني بس شو بتقول اليوم لأهلك إذا بدألك تطلبي منهم شي شو بتطلبي منهم؟ فتعمل بس بس الأخصائية في علم الاجتماع الدكتورة أديبة حمدان أكدت ضرورة إيجاد الحلول المستعجلة لإنقاذ الطفل اللبناني اليوم الأسرة عاجزة عن تأمين أبسط حقوق أفرادها يجب أن يكون تدخل استثنائي لحلها ولدعم أسرنا ولدعم أولادنا تقرير يجب التوقف عنده فالأطفال هم مستقبل أي بلد والفقر أحد أهم أسباب تعثر بناء جيل شاب يسير بالوطن إلى ما يجب أن يكون عليه فهل من حلول لا سيما وأن 84% من العائلات وفق التقارير الدولية لا تملك ما يكفي من المال لتغطية ضروريات الحياة إذن وللأسف أطفال لبنان باتوا بخطر فهم نسيوا معنا الطفولة وباتوا يعيشون مع أهليهم عبء الأزمة الاقتصادية على أمل أنه بكرة أحلى لارا صالح أنبيع